شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين ما حدث في هذا اليوم في مدينة سامراء المشرفة فاجعة كبرى المشتكى فيها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وليه الأعظم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج لينتقم من هؤلاء الظالمين ومن يقف خلفهم ولينتقم من جميع الظالمين ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملأت ظلماً وجوراً لهذه المناسبة نتحدث على نحو الإختصار حول موضوعين الموضوع الأول ما هي الجذور والموضوع الثاني ما هي الوظيفة أما حول الموضوع الأول ما هي الجذور عندما تحدث هناك مشكلة الأنظار عادةً تتركز على ذات المشكلة ولكن في الوقت الذي ينبغي أن نلاحظ المشكلة ينبغي أن ندرس الجذور التي انتهت إلى هذه المشكلة ربما تكون الجذور تعود إلى أعوام وربما تعود إلى عقود وربما تعود إلى قرون إلى هذه الجذور ما لوحظت وما عولجت المشكلة في كل يوم تظهر بصورة في قضية لا أريد التطرق على خصوصيات هذه القضية دولتان متنافستان إحداهما تقدمت على الأخرى في مجال من المجالات رئيس تلك الدولة جمع مستشاريح مضمون القضية وقال يتبين من هذه القضية أن جميع مناهجنا التعليمي خاطئ واتخذ قرار بتغيير جميع تلك المناهج من الابتدائي قال هذه النتيجة التي وصلنا إليها تدل على أنه الطفل من يوم أن يبدأ في الصف الأول الابتدائي هذا منهج التعليم خطأ لأنه أدى إلى هذه النتيجة المسيرة الخاطئ المنهج الخاطئ في يوم من الأيام يجب أن يظهر خطأ فنحن في الوقت الذي ننظر فيه إلى المشكلة يجب أن نلاحظ ما هي الجذور التي أدت إلى هذه المشكلة وإلا إذا عالجنا الظاهرة تلك الجذور تنتج ظاهرة أخرى في مكان آخر في وقت آخر بشكل آخر بشكل عام الأمة تحتاج إلى حماية المقدسات تحتاج إلى حماية إذا لم توجد هناك حماية نبي عظيم من أنبياء الله تعالى من أولي العزم يصلب حسب الظاهر نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حسب الظاهر صلبوه ولكن شبه له كانت هناك عملية صلب حسب الظاهر لأنه هذا النبي العظيم ما إلا حماية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء في معركة أحد عندما فقدت هذه الحماية كاد الأعداء يقتلوه والمؤرخون يذكرون أشياء في إصابة النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال الحاجة إلى الحماية هذه المقدسات تحتاج إلى حماية ما هي هذه الحماية هناك ثلاثة أنواع من الحماية الحماية بالمعنى الأخص وهي حماية الروضة والحماية بالمعنى العام وهي حماية المدينة والحماية بالمعنى الأعام وهي حماية الأم هذه ثلاثة أنواع من الحماية نحتاج إليها الأمة التي لا تملك الحماية هذه الأمة لا تتمكن أن تدافع عن دينها ولا تتمكن أن تدافع عن مقدساتها اليهود في العالم هذا من باب المثال والمثال وإن كان يقرب من جهه ويبعد من جهه كانوا أذلاء وكانوا ممتهنين والعل في ذلك واضحة لأنه اليهود في كل مكان من العالم كانوا كانوا مادة للفساد والإفساد في كل مكان هذا الدأبهم ولذلك دائما كانوا مطاردين ودائما كانوا ملاحقين ولكن فكروا في هذه العقود الأخيرة أو في هذه القرون الأخيرة وأوجدوا لنفسهم حماية عالمية أحد المفكرين الذين أسلموا في بلاد الغرب هذا في تلك البلاد التي تدعي الحرية يقولون بلادنا بلاد الحريات هذا أثبت بالأدل والبراهين أنه هذه القضية التي يقولونها التي هي قضية المحرق خرافة يقولون ما أدل كم مليون يهود أحرقوا قتلوا كذا هذه خرافة أو على الأقل بهذا الشكل الذي يطرحونه أخذوا ذلك مع أنه مناقشة في قضية تاريخية مجرد مناقشة أخذوا ذلك المفكر حاكموه فعلوا به ما فعلوا الآن في العالم كله هناك قانون يجرم العداء للسامية يعني العداء لليهود أي واحد ما إلا حق أن ينتقص أي مقدس من مقدساته الأمة تحتاج إلى حماية ونحن فقدنا هذه الحماية ولذلك تشوفون في كل مكان في هذا العام في أفغانستان مواكب العزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه تعرضت للهجوم والاغتيار والقاتل والتفجير وفي باكستان أيضا وفي العراق أيضا هذه الأمة حماية معده هذا يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى تخطيط ويحتاج إلى عمل ولو هذا العمل أنتج بعد عشرة أعوام هذا هو الموضوع الأول على نحو الإختصار الشيخ بوهلول الذي توفي قريبا هذا يعتقل في سجون أفغانستان أفغانستان وما هي وسيلة الضغط عليها يعني كل جهة أكو هناك وسيلة الضغط معينة وسيلة الضغط لا يجب أن تكون هي الحرب أو التفجيرات هناك وسائل كثيرة للضغط اليهود يملكون هذه الوسائل يضغطون إذا يهودي واحد في أي بقعة من العالم يعتقى اليهودية العالمية الصهيونية العالمية تقوم إلى أن تجبر تلك الدولة على الإفراج أو تدفع تلك الدولة سمن باهر أما الشيخ بهلول هذا يعتقل في معتقلات أفغانستان ويبقى هناك ثلاثين عام في المعتقلات ولعله لا يعرف به أحد لا يعرف أحد أنه حي أو ميت أنه وين ما هو وضعه إلى أنه بعد أكثر من ثلاثين عام صدفة اتفق اتفاق أن حدث هناك نزاع بين دولة أفغانستان ودولة ثانية وتلك الدولة الثانية أخذت تشهر بدولة أفغانستان أنه في سجونها عالم معتقل كذا فاضطرت تلك الدولة على الإفراج إلى الإفراج عنه ما هي هذه الوسائل طبعا اليهود يخلطون الحق بالباطل والمشروع بغير المشروع ويستخدمون كل وسيلة وهذا خطأ من الناحية الدينية من الناحية الإنسانية إحنا مو كلامنا في هذا المنح بهذا النح ولكن الأمة تحتاج إلى حماية والحماية تحتاج إلى خطة ممتدة وإلا في كل يوم تتكرر المشكلة في مكان من الأماكن الموضوع الثاني ما هي الوظيفة هناك وظيفتان كل واحد مننا ينبغي أن يفعل هاتين الوظيفتين بمقدار إمكانه الوظيفة الأولى الضغوط بمختلف أنواعها الضغوط بمختلف أنواعها يعني عدكم صديق في البلاد الغربية تتصلون بذلك الصديق ألمؤون التلفون واحد حتى يتحرك المسيرات السلمية وسيلة من وسائل الضغوط الكتابة في الصحف والمجلات العالمية اللي هذا شيء مغفول عنه أكثر لعله الصحف والمجلات العالمية فيها مجال للكتاب تكتبون آراءك التلفزيونة العالمية الراديوات القنوات أكو هناك مجال لإبداء الرأي الآن ظاهرة جديدة موجودة في العالم الرأي العام الألكتروني هاي ظاهرة جديدة الألكترون يخلق رأيا عام وأي واحد مهما كان في درجة من درجات الضعف يتمكن أن يساهل في هذه 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 الضغوط كمجموع مؤثر إذا هناك جهة معينة وراء هذه الأعمال إذا هذه الجهة فضحت في العالم هذه الجهة تضطر أن تخف وأن تتراجع الرأي العام العالمي جدا مؤثر هذا المطلب الأول الضغوط المطلب الثاني الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه هذا أيضا مؤثر جدا إقامة مجالس الدعاء في البيوت وإن كانت متواضعة مختصرة مرة نقلت لكم الله سبحانه وتعالى قدر لليهود فترة اليهود في العهود القديمة فترة ممتدة من العناء في ظل حكم الفراعن الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون النساءهم ولكنهم دعوا وتضرعوا وألحوا الله سبحانه وتعالى خفف تلك الفترة لعله تلك الفترة كانت المقدرة إلهم مئة وستين عام لعله الله سبحانه وتعالى أسقط منها مئة وثلاثين عاما تقريبا الدعاء مؤثر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى مؤثر قراءة دعاء التوسل في البيوت والمجامع وما أشبه ذلك مؤثر أن يكون الفرد الدعاء هناك كتاب لطيف الصحيفة النبوية الجامعة بعض العلماء نشر هذا الكتاب جديدا دعاء الأنبياء واحد يلاحظ في حياة الأنبياء وفي حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الدعاء في كل مشكلة في كل قضية في كل حادثة إقامة مجالس التعزية في البيوت والحسينيات وما أشبه ذلك هذه كلها مؤثر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بعسنا تضرعوا الآن المؤمنون في كل العالم يعانون المشكلات التي لا يعلم إلى أين تنتهي التضرع إلى الله سبحانه والدعاء وتشويق الآخرين على الدعاء مؤثر جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنا رت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي والمال بالكلمات فالنفقه لنفقه لنفقه